شكرا لك عمر حمزة الناتق الالامي لمجلس قيادة الثورة في دمشق وننتقل مباشرة الى قصر سوسق حيث متابع فعاليات حفل جائزة سمير قصير شكرا لك 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 شكرا لأ سامير و للمؤسسات سامير قصيرة التي يعملون يوما بعد يوم لدفاع عن حفق الصحفين وليحياء ارته سمير قصير وأنا بفرح كبير أنضم إليكم للاحتفاء بهالصحفين الشجعان الجسورين الذين يشاركون في حفل اليوم وأنا فخور لأنني بينكم كذلك شكرا شكرا سيدنا من الهي يمنح الاتحاد الأوروبي جائزة سمير قصير كل سنة بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير وعلى رأس هذه المؤسسة الإعلامية الصديقة جزال خوري التي عرفت كيف تحول لحظات الحزن والغضب على اغتيال سمير قصير إلى لحظات من الجهد والعمل لصون الحريات الصحفية وحمايتها ودعم الصحفيين الشباب جزال ستفتح غدا باسم المؤسسة مهرجان ربيع بيروت على أن تستمر مؤسسة سمير قصير بدعم من الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حرية الإعلام والثقافة في المشرق العربي من خلال مركز سكايز الكلمة الآن لسيدة جزال خوري تفضلي مساء الخير أيها السيدات والسادة الجمهورية اللبنانية اسمنا الأول الجمهورية اللبنانية اسم لا وجود لمسؤول من دونه فلا رؤساء من دون جمهورية ولا وزراء ولا نواب ولا مديرين عامين مهما على كعبهم أو هبط سمير قصير 2002 أهلا وسهلا بكل الوزراء والنواب والمسؤولين في هذه الجمهورية اللبنانية ونسألكم متى ستتذكرونها فإنها لن تبقى ولن تبقوا إذا لم تعد اسمكم الأول مساء الخير لكل الأصدقاء والرفاق والسفراء واسمحوا لي أن أرحب بالممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ستافروس لامبريميديس الذي جاء خصيصا لمشاركتنا في هذا الاحتفال بجائزة سمير قصير السنوية ول24 ساعة فقط إن هذه الجائزة لها معنى خاصة هذه السنة فقد وصل عدد المرشحين إلى 185 صحفيا أكثرهم من الشباب الذين لم تكن أعمارهم تتجاوز الخامسة عشر عند اغتيال سمير قبل تسع سنوات فيا أيها القاتل سأردد ما قاله لك الياسخور قبل تسع سنوات إن اليوم قريب وإنك لم تنجح بقتل الكلمة والحرية إلا بقتلنا جميعا لأن هذه الكلمات تصنع كتابها والحياة تزهر في كل الحقول والمقابر تتحول إلى أسوار للحرية سنعطي الوقت للوقت هذه الجائزة تمنح في وقت يشهد فيه العالم العربي ولسيما سوريا مقبرة حقيقية للصحفيين والمثقفين والنشطاء الأحرار لهذا أطلب العمل بشكل جدي لإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين والمخطفين وأخص المصور اللبناني سمير كالساب الذي يعمل مع سكاي نيوز العربية والصحاف الفلسطيني بشار فهم القدومي المفقود منذ سنتين وهو يعمل في قناة الحرة وأسأل أين قضية الأب باولو دالوليو والتي غادرت عن خطاب البابا خلال زيارته للشرق الأوسط الأب باولو الذي رمم بيديه دير مرموسة القريب من دمشق الأب باولو صاحب فكرة الكنيسة المسيحية الإسلامية ونحن ننتظر رزان زيتون ورفاقها رموز الأحرار في السورية نحن ننتظر إطلاق سراح ثلاثين صحفيا سوريا وثمانية صحفيين دوليين إن من مغاور الملاشيات المتطرفة أو من أقبية المخابرات الصحفيون في العالم العربي هم في مواجهة القوى الإسلامية المحافظة ومواجهة المؤسسة العسكرية ذات النفوذ المتنامي على صعيد آخر ستعمل مؤسسة سمير قصير ومركزها سكايز لتقديم قانون تمنع بموجبه الرقابة على الأعمال الفنية وسيساعدنا الأمن العام على ذلك وهنا اسمح لي أن أشكر الاتحاد الأوروبي والصديقة السفيرة أمجينيلا إيكهورس على دعم مركز سكايز والذي أصبح المرجع الأساسي في المنطقة لرصد الانتهاكات الممارسة ضد حريات التعبير وهنا أيضا أسمح لي أن أحيي كل العاملين في المركز بإدارة أيمن مهنة وداد، ندا، جهان، ريمة، جوزيف، فراس، عبدالله، جابر، مرونة وكل مراسلين في المشرق العربي الله يحميكم شكر وإعجاب بكل من عمل أو ساهم بتنظيم الجائزة وعلى رأسهم نيل عبدالنور ومن اهتم ماريا سانشال بالترويج والإعلان سعيد فرانسيس، أديب بصبوس ورناخوري كتب السمير قصير يجب استشراف حركة ممهدة على طريق تنشيط دينامية زواج الأفكار والثروات الثقافية في العالم العربي وكان هذا منطلقنا الأساسي فكان مهرجان ربيع بيروت وأدعوكم إلى المشاركة فيه ابتداء من الغد نحن بانتظاركم وهنا دعوني أشكر أيضا مديرة المهرجان الممثلة والصديقة رند الأصمر ومساعدتها الممثلة نجو القندقشي وكل من ساهم ويساهم في إنجاح هذا المهرجان من رجال أعمال وفنانين ومعلنين ساتشير الفنسن، أليم كرام والكل فلتنطلق ساحات ومسارح بيروت لنتذكر سمير قصير بالفرح والأمل والحرية إلى اللقاء شكرا للجنة شكرا جزيل خوري لجنة تحكيم الجائزة تتغير كل سنة وتضم خبرات عالمية في مجال الصحافة المكتوبة المرئية والمسموعة وتقيم اللجنة المقالات والتقارير من دون الاطلاع على اسم المشترك أو جنسيته أو عمره أو وسيلة الإعلام التي نشرت أو بثت عمله نرحب بلجنة التحكيم هذه السنة والمؤلفة بحسب الترتيب الأبجدي سناء العاجي صحفية وكاتبة من المغرب عملت في عدة مؤسسات أعلامية في أوروبا والمغرب باللغتين الفرنسية والعربية وهي مقدمة برنامج ضيف الأسبوع على قناة نسمة المغربية غيث عبدالأحد صحفي عراقي مراسل صحيفة The Guardian البريطانية في الشرق الأوسط غطى النزاعات في العراق وسوريا ونال جوائز عالمية كبيرة أخرى جائزة أورويل للصحاصة في 21 أيار الماضي كريستوف رويتر كاتب وصحفي ألماني مدير مكتب الشرق الأوسط في مجلة ديرشبيجل الألمانية وهو صحفي متمرس في تقطية النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والثقافية ليلى الراعي عالمية مصرية انتقلت بعد خبرة طويلة في العمل الإذاعي لتصبح مسؤولة صفحة القضايا الفكرية في جريبة الأهرام لأسباب طريقة لم تتمكن من الحضور إلى بيروت اليوم أكيد من وجهها تحية لسيدة ليلى مارك سيخلي مدير قناة فرنسية الفرنسية العالمية منذ العام 2012 صحفي لبناني فرنسي وساهم في تطوير قناة فرنسي وتعزيز فضورها حول العالم لسيما في الدول العربية مارك مارجينيداز مراسل الشؤون الدولية في صحيفة البريوديكو الإسبانية متخصص في تغطية الحروب والنزاعات وواجه أخطر التحديات واستمر في مسيرته المهنية فاز يوم أمس بجائزة سيريلو رودريغز وهي أهم جائزة صحفية في إسبانيا هند درويش ممثلة مؤسسة سامير قصير في لجنة التحكيم وعضو مجلس إدارة المؤسسة مديرة دار نشر لغيان الريليف وناشرة ملحق لغيان لتغير الشهري الصادر عن صحيفة لغيان الجوغ اللبنانية والآن جمهور الكريم اللحظة لكلنا ناطرينا جائزة سامير قصير لحرية الصحافة عن فئة مقال الرأي نتابع السلام عليكم أنا اسم محمد أبو الغيلت أنا اتخرجت من كلية طب في أسود في صعيد مصر كنت بشارك في النشاط السياسي وبكتفهم دوانة قبل الثورة وبعد الثورة حبيت تشتغل في الصحافة في ست صعيد مصر وكتب قاهرة وانضمت لصحيفة مصرية وست الطب طبعا وانضمت لطبعها مصرية أنا شاركت مسابقة سامير قصير بمقال موس الموت على الأحياء مسابقة سامير قصير بتعني لي كتير من ناحية لها تحمل اسم سامير قصير اللي أعاش حياته من أجل الحرية والإنسانية قبل ما يكون من أجل إنحياس طائفي أو سياسي رغم من النجاوة استقطابة الموجود في لبنان واللي مصر يتعالي منه حاليا ولأن الجائزة ممكن تمثل تقدير لجيدي واللي بيكافح دلوقتي من قبل قيم ثورته ضد العلاقين اللي بتشجروا في مصر عن العلاق الإسلامي وعلاق العسكر الظروف كتبت المقال إن أنا عشت فترة عضو جناعة الإخوان وبعدين انتقلت وأصبحت معارض لهم فكريا وبعد الثورة وصلهم للسلطة بقت معارض لهم سياسيا لكن الخلفية دي خلت عندي طول وقت أصدقاء وأقارب من الإخوان وأصدقاء وأقارب من أعداء الإخوان من القوان المدنية ومن المعارضين من الشعب الثورة وشفت زي الصورة لما تقترب من تفاصيلها الإنسانية بتكون مختلفة تماما عنها لما تبصوها من العيد وشفت للأسف أصدقاء وأقارب بيتحولوا إلى من أسميتهم زومبي إلى ناس مستعدة تمارس التعذيب أو القتل رغم أنهم يكونوا ناس غاية في الاحترام في حياتهم العادية لأن الأيدولوجيا أعمتهم الأيدولوجيا الإسلامية والأيدولوجيا الوطنية المتطرفة بتؤدي إلى إنسان ما يشوفش اللي قدامه إنسان زيه ولا هو شايف أعداء الوطن أو أعداء الإسلام وهو ده اللي أنا بكتب من أجله المقال ده وغيره طول وقت مشروعي هو إن إحنا كلنا بشر أولاً إن كلنا مصريين أولاً وإن الإنسان أقوى من الأيدولوجيا والإنسان هو الأولوية قبل كل شي شكراً لكم مرحباً اسمي سحر مندور بشتغل صحفية بجريد السفير من 15 سنة معالي عنوان وفاضة الإناء بدماء نسائي موضوع العنف الأسر ضد النساء وتحديداً جريمة قتل منال عاصي على إيد زوجة اخترت هذا الموضوع لشارك فيه بجهزة سمير قصير لحريد السفير أولاً لأنه برأيي القضية بتستهل كل انتباه واهتمام نحن نزلنا على الشارع المطالب بإقرار قانون حماية النساء للعنف الأسري بالمقادر مجلس النواب ما كان على مستوى العدالة المطلوب منه هذه المقالة مثل جزء كبير من شغلة بالصحافة أنا بلاقيهم مساهمة بهذه الحملة لحماية النساء للعنف الأسر اسمي ريون غزيت لاجئة فلسطينية ولاجئة سورية ولد بخير ماشق ومع طلعت منح كثير من تلقية فلسطيني سوري رفضت ادخل عن جنسيتك الفلسطينية مقابل حصول على جنسية سورية من زوجي لأنه ضابط الأمل قال لي ما ترجعلك جنسيتك الفلسطينية إلا في حالة طلبتتي أو موتتي هو ما رح يقدر يفهم أبداً أنه أنا فلسطينية سورية سوا مقاسي أحيل السوري عن شخص حقيقي وليس أسطورة هو طلع تحريب من دماشق هروع الملال أعتفقار بعدين طلع أربعان من النسكوط الذي كان ينزل في حلب وبيه أكثر من ثلاثة شهور بلحلة تحريب بحليب عميت حتى الموت والخوف والحديد ليقدر يقصني لهولندك شاركت في جائزة بزمينه القصير لأني كنت حتى حالي يراقب وقت بدي أوصل لتمثاله للجنب بجرد سنهار ببايد لأني يسا بخاف وبخاف إن أتبت حقيقة نتمنى لأني أنت جائزة للثلاثة المتسابقين لأنها بين العنف الزوجي وكيف تحولت قصة إمرأة إلى رمز بين الهارب اللاجئ من الحرب وكلنا أو نصنا هاربين من حروب في بيروتنا وبين التحول بالمجتمع لما المجتمع يتحول إلى يأكل بعضه وإلى زومبي ليه مشكلتنا في الشرق الأوصل بين هالثلاث مواضيع القوية جداً كان الاختيار كان الاختيار إلى أحد البشر ناجين من موثن الزومبي رغم أنه لديه كل أسباب التحول محمد أبو الغيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر شكراً لهند ولغيث وألف مبروك ألف مبروك محمد أبو الغيب عندك كلمة بتحب تقول تفضل تفضل السلام عليكم السيدات والسادة أتقدم بشكراً لمؤسسة سمير قصير وإلى الاتحاد الأوروبي لهذا التكريم الذي أعتبره تكريماً لجيلي من الصحفين المصريين الذين أصبحوا يعانون الآن من انخفاض صقف الحريات وصقف الطموح وصقف التوقعات وحتى انخفاض صقف الأمن الشخصي في موجة متزامنة مع تراجع موجة الربيع العربي الصحف اليوم أصبح يعاني من سيفين أو من نارين سيف يحمل اسم الدين فأنت إذا كتبت كذا أو قلت كذا أنت أصبحت معادياً للدين أو علماني أو كافر ربما تقتل من أجل ذلك والسيف الآخر أو ربما البندقية قد تحمل اسم الوطن أو دواعي الأمن القومي وباسم دواعي الأمن القومي قد يتعرض الصحفي إلى نفس المصير قبل أن آتي إلى هنا عرفت بخبر مقتل الزميلة الصحفية في ليبيا نصيب كرنافة المزيعة في قناة ليبيا الوطنية كما عرفت أيضاً بأن وزارة الداخلية المصرية قد كررت رفضها طلب المجلس القوم للحوق الإنسان وهو هيئة حكومية لزيارة الصحفي عبدالله الشامي المعتقل منذ 14 أغسطس والمضرب عن الطعام منذ 12 يناير والمختفي منذ أسبوعين نحن نطلع إلى عالم لا يذبح فيه الصحفي أو عامة الناس من أجل رأيه باسم الدين ولا يزجن فيه أو يقتل الصحفي أو عامة الناس من أجل رأيه باسم الوطن الإنسان أولاً قبل الأيدولوجيا وقبل أي أقنع تحمل اسم الديني أو مصطحة الوطن أو مصطحة الإسلام أو ما شابه شكراً لكم شكراً لكم والآن جائزة سمير قصير لحرية الصحافة عن فئة التحقيق الاستقصائي نتابع موسيقى الإس مناراتية صحفية في جليزة الأهرام إبدو باشتعمل فيها بقليه 18 سنة هذه جريدة تتضل باللغة الفرنسية عن أساس الأهرام تتضل بكل يوم قاربة شرفت واشتركت في جائزة سمير قصير لأن سمير قصير صحفي متميز مضحة بحياته علشان مهنته وهنا نحاول نتعلم منه جائزة سمير قصير هي جائزة تشرف أي صحفي أن أشتريت فيها لأنها جائزة فريدة باللوحة بتكسر الحواجز الكبراطية والأيدي الجيولوجية لجميع الصحفيين من الشرط الأوسط والخليج وذي واحدة من العديد من الأدلة على الدعم القوي الذي يقوم به الانتحاد الأوروبي لصحافة أكثر حرية في المنطقة وخارجها وأشترك مؤسسة سمير قصير التي تعمل كل يوم على الدفاع والحقوق جميع الصحافيين في المنطقة موضوع الجائزة هو عن بنات الشغيرة الموضوع بيناقش حياة البنات اللي بتتعيش في الشارع واللي من ثاني يوم أو من ثالث يوم بتتعرض للإنتهاك والإعتداء الجنسي في الحقيقة أن الموضوع ده رجل ما بيقولوا أنه هو ستن ستن سي جيتا بو يعني أنه صعب قوي أن واحد يدخل في دهليز الوقر بتاع الناس دي ويشوف هما بيعملوا إيه ويشوف الأسرار بتاعيتهم أو يعرف خراياهم فالحقيقة في الموضوع ده حصيت أن أنا بتعرض أنا وكل الإكيف اللي معايا بأعرضهم كلهم للموت وزي ما سمير قصير أعرض حياته للموت سبيل مهنته فإحنا كممكن حياتنا صديق برضو بسبب المهنة بس عملنا كل ما في وسائنا علشان يخرب الموضوع على الموت شكرا مرحبا أنا محمود العمار أعلامي سوري قمت بأعداد تحقيقية حول مافياة بيع وتجارة العضاء في سوريا اللي أنقل بعض مما يعاني منه السوريون استغرق التحقيق حوالي خمسة أشهر ونصف من البحث المستمر والمؤمي بدأت الرحلة المعفوفة من المخاطر من شمال من شمال السوري من مناطق إدلب وحمان وانتهت بالتعاون مع الأصدقاء في أصدقاء الأرلاميين في الأردن وفي لبنان ودركيا وأيضا دمشق ومناطق اللجوء ومخيمات اللجوء لمعالجة الحالة في كل من هذه الولدان حالة تجارة الأعضاء البشرية السورية عندما جاءت المعلومات قمت بمعالجتها بطريقة حيادية أجرت أتصالات حتى مع أشخاص يعملون مع النظام السوري هذه الأتصالات من أجل الحصول على المعلومات ولكن كالعادة لم نتلقى أي رد وأي تطريح حول الأمر مما زاد الاتهام أكثر لوجود مافيتين إثنتين يعني تعمل تحت غطاء من النظام السوري والمافيتين الأخريتين كانت هم رؤوس أموال يعني أصحاب رؤوس أموال ما يقومون ببين تجارة الأعضاء السورية قدمت لجائزة سمير قصير لأنها أجلزة سامية في مغمونها وهي حلوة لكل شاب يطمح لأن يكون اسم في الصحافة الحرة والصحافة المهنية قرأت المواد التي نجحت في الأعوام السابقة من الجائزة وفعلا شعرت بأن أتحدى نفسي في هذا التحقيق هل سوف أكون من الأشخاص الذين ينجحون في هذه الجائزة وأكون في المصاف الأعلاميين المحترفين هذا ما سوف أعلم و سوف تكون دفعة معنوية لي وأيضا مادية لتعزيز الأفكار الإهلامية التي أؤمن بها شكرا لكم أنا اسمي صفاء صالح صحافية في جاهديت المصر اليوم 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 هي المصرية بقسم التحقيقات الاستقصائية بها معدنا في جاهزة سامير قصير لحرية الصحافة العام 2014 بسلسلة تحقيقات عن الفتنة الطائفية في محافظة المينيا إحدى محافظات سعيد مصر والتي شاهدت نموعة من الأحداث الطائفية المتتالية بين المسلمين والمسيحيين إفداءا من عقب فض أكستاني الرابعة والنهضة في القاهرة بدأت الأحداث الطائفية في المينيا في نفس اليوم بدأ حقق الكنائس وحتى نهاية عام 2013 في ديسمبر 2013 مازالت الحوادث مستمرة استشاهدت هذه المحافظة أكبر عدد من الكنائس المهتركة وأكبر عدد من الأحداث الطائفية التي راح ضحيتها ضحاية من وقتلة من الجانبين سواء كان السبب السياسي حيث سلطر الجماعات المتطرفة في المينيا وعندما أن المسيحيين كانوا سببا في زوال حكم النظام الإخوان المسلمين بسبب خروجهم بعداد كبيرا في مظاهرات 30 يونيو ولا يكتصر السبب على أسباب سياسية فقط وإنما أي السبب التالفي في حدث سواء كان خلف على قطعة أرض أو قصة حب تنشأ بين شاب وفتاة ليسوا من ديانة واحدة ينتهي كل هذا بحرق جميع منادل القرية من المسيحيين وقتل من الطرفين وفقط كانت هذه المحافظة الظاهرة تستحق الدراسة وما زالت إلى الآن الظاهرة تستحق الدراسة الحنين سبيس صحفية تونسية اشتغل في مينة الصحاقة منذ 12 سنة بدأت كصحفية اقتصادية ثم تحولت إلى صحافة سياسية بعد الثورة بدأت أتحسس طريقي نحو الصحافة الاستقصائية عبر القيام بعديد التحقيقات بأنه أصبح المجال في تونس يسمح بقيم تحقيقات استقصائية هذا التحقيق الذي أشارك به في جئيس سمير قاسير وهو تحقيق عن رياض الأطفال القرآنية في تونس هو ثاني تحقيق أقوم به تحقيق استعرق مني ثرة كاملة من العمل وحاولت تسليط الضوء فيه على ظاهرة جديدة ظهرت بعد الثورة في تونس وهي رياض أطفال القرآنية تنجئها جمعية إسلامية هي رياض غير قانونية لا تحترم المنهج المعتمد من قبل الدولة تقوم بدمغاجة عقول أطفال أمرهم من ثلاثة وخمس سنوات عبر تربية مكثفة لا تتلائم مع أعمارهم وتربية ممنهجة عملي كان يقتضي مني الدخول إلى هذه الفضائية التي كانت مغلقة تماما بالنسبة للصحافة ممثرني إلى انتحال صفتي مربية أطفال حتى أستطيع معرفة ما يحصل داخلها هذا العمل أرجو أن أشارك به وأن يتحصر على جائزة سلمين قصير هذه الجائزة الكبيرة في حاجمها لأنها تخلد ذكرى رجل صحفي كبير خلد اسمه ودافع عن حرية الصحافة الوطن العربي وهو شرف لي ولكل الصحفيين عربي أن يحصل على هذه الجائزة موسيقى 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 ألف مبروك أكيد لحنان زبيز منا موجودة معنا رح تزوج اليوم من إلا ألف مبروك بفتكر رح نسمع منا كلمة لحنان أنا سعيدة جدا بتلاقي جائزة سمير قصير أشكر شكرا جزيلا لجنة التحكيم لأنها أعطاتني هذه الجائزة وقدرت عملي هذا شرف كبير لي كنت أود أن أكون بينكم في هذا الحفل لكن هو يتواثق مع تاريخ زواجي شكرا مرة أخرى لتقديركم لهذا العمل شكرا لكم لتشجيعكم للصحفيين في الوطن العربي والصحافة الاستقصائية وشكرا لكم لأنكم جعلتم فرحتي فرحتين هذا شرف كبير لكل صحفي أن يحصل على هذه الجائزة لأنها تحمل اسم رجل عظيم قدم كثيرا للصحافة ونحن أيضا من مواقعنا كصحفيين عرب نحاول أن نقدم شيئا ما لهذه المهنة عاشت الصحافة عاشت حرية الأعداد شكرا لكم حمان والكمبروك على الجائزة والزواج أيضا والآن الجمهور الكريم جائزة سمير قصير لحرية الصحافة عن فئة التقرير السماعي البصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قصده اغتاله وهو واقف قدامه مفيش خمس سنتان مبدايا اليوم اشوف الزبط ده بيتعدل ثاني حاجة اليوم اشوف الحلم اللي جابت كان ناسه عشانه بيتحقه معتقدش ده ايشه اعضار بالقلب ما ربت الجيخ موسيقى كانت اول مرة بنزل فيها يكون الشارع هو صار ساحا اسلام بنفس الوقت نحس انه انت عيوب بيروت كمكاد انه تطرح فيه شيء انت موسيقى موسيقى انا كتير من تنبعين مقلي اللي عرفتني على نور العالم اي احمل اسلاح وحاربه ونحفظ الليلتك كمان افكر بالموسيقى ان تكون اسلاح لانه شيء ايجابي ما انه شيء سلبي موسيقى مخيم يرموك مكان ما بتعرف الجملة ولا بننوصف بقصيرة او برواية بس فينا نقول انه تكثيف لحالة المنفى او حرب نجار فلسطيني بسوريا والقدس بالشام موسيقى انتهى الدرس كنت واقف على شارع اليرموك قريب من المستشفى فايز حلاوي لما الميك زارت مدرستي الاعدادية كان اسمها الكرمي ميك فتحت صفتي على صفوف صحابي بالمدرسة المخيم هو المكان الوحيد عمليا يلي بيربطني بالكرمي في حدا حاول يقطع الرابط مستخدما الميك صعب كتير افطنع انه الميك اللي شفته عم تكصف المخيم بعيني كانت عم بتدافع عن فلسطين وقضيتها باي حال من الاحوال موسيقى 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 المترجم للقناة وفي مصر القصد بأنسسة الفلسطينيين داخل مخيم يرموك في سوريا والوفاء السيئة الثانية حول اللاجئين والاجئات السوريين والسوريات الذين يحاولون أن يكافح بواسطة الموسيقى وأن ينادل ضد الحرب لكي تكون أصوات الموسيقى أعلى من أصوات الحرب والفائز هو عروى المقداد من سوريا عن فيلم موسيقى الشارع عروى جاي بدي زيد شي أنا عروى ما نعرف بعدنا وهيك ومع إذن مع البرودكتور وإذنك أنا بتمنى أنه نحن نبس هالبرنامج هالفيلم هالدوكمنتي على فرنس 24 بالإيام هم آتي بحب أشكر مؤسسة سوريا بحب أهديها للشباب الموسيقيين اللي كانوا عم بقاوموا بالموسيقى هون ببيروت أسمحوا لي أحكي شوي عن ظرف الشغل على الفيلم كنت راجع من حلب وكان النظام قاسف مدينة حلب يقوم بلي عنقودية راحة ضحيتة سبعة وثلاثين مصاب وأربع شهداء وكنت عم أشتغل على فيلم تحت سماء حلب وكان مزيت على بيروت كان من الغريب أنه فيه شباب موسيقيين عم بيعسفوا بشوارع بيروت موسيقى بدون مقابل وكان هذا أثبات حقيقي على أنه الثورة مستمرة رغم محاولة الكثيرين أنه يقضوا على هذه الثورة بحب وجه هذه الجائزة لألاف وملايين السوريين اللي عم بيعانوا من ظروف سيئة باللجوء بحب أشكر شوارع بيروت ترغم أنه كان فيه هجمة عنصرية من بعض الوسائل الإعلام اللبنانية بس فتحت لنا شوارع وفتحت لنا بيوتها شكرا للثورة السورية وشكرا لبيروت شكرا ألف مبروك عروة بالختام ألف مبروك للفائزين الثلاثة ولكل أكل المرشحين ليشاركوا بالمسابقة هذه السنة الحزار بس ديئة شكرا للجنة التحكيم شكرا للاتحاد الأوروبي على تقديم الجائزة وللسيد لامبرينيديز الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي شكرا لإدارة حدائق قصر السرسو على هذا المكان الجميل جدا أدعو الفائزين أدعو السيد لامبرينيديز وسفيرة أرجلينينا أخورست رئيسة باسة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيدة جيزان خوري لتقدم نحو المنصة لأخذ الصور التذكرية شكرا لكم وكل عام وأنتم والحرية بألف خير شكرا لكم 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 شكرا لكم